اكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الحرص على تعزيز أواصر التعاون وتنمية العلاقات المشتركة مع المجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة ونوها الرماحي بأواصر التعاون التي تشمع كل من مجلس الشورى والكونغرس الأمريكي والمستمدة من العلاقات التاريخية والاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في ظل ما تحظى به من اهتمام من عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مع وفد برلماني من الكونغرس الأمريكي الذي يقوم بزيارة حاليا إلى مملكة البحرين وتم خلال جلسة المباحثات المشتركة استعراض مجالات التعاون على صعيد العمل التشريعي وأبرز الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين حيث أشار رئيس اللجنة إلى أن هذه الزيارة تسهم في تطوير التجارب والخبرات المتبادلة التي من شأنها تعزيز التنمية والتطور المنشود بين البلدين على كافة المستويات وأشاد رئيس اللجنة بتعاضد الجهود التي تبذلها السلطتان التنفيذية والتشريعية بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والرامية إلى تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة بجعل مملكة البحرين عضوا فاعلا ومساهما إيجابيا في الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية والأمن والسلام من جانبه نوه وفد الكونغرس الأمريكي بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين لافتا إلى ما ستحققه هذه الزيارة على صعيد تبادل الأراء تجاه مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم